أهلاً وسهلاً بكم من يود الدراسة في ألمانيا يجب عليه معرفة نظام ترتيب العلامات الألمانية يتألف ترتيب العلامات الأكثر شيوعاً من واحد حتى ستة ووضحاً كالتالي واحد جيد جداً 1. sehr gut 2. جيد 2. gut 3. متوسط 3. befriedigend 4. مقبول 4. ausreichend 5. ضعيف 5. mangelhaft 6. ضعيف جداً 6. ungenügend هذا يعني أن أكثر أو مساوين لأربعة تعتبر علامة نجاح وما بين هذه الدرجات يمكن توضيحه من خلال أرقام العشرية 1.0 1.0 جيد جداً 1.0 sehr gut 1.3 لا يزال جيد جداً 1.3 2.0 Noch sehr gut 1.0 1.7 1.7 1.7 1.0 1.7 2.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 دعونا الآن نقوم بترجمة زوجين من العلامات تسوية ثلاثة فاصلة سبعة تساوي schon ausreichend ثلاثة فاصلة ثلاثة تساوي هل من السهل الإجابة أم لا